الموت لأمريكا صرخة أطلقها الملال في إيران واتخذوها شعارا لثورتهم وبعدما يقارب نصف قرن اتخذها الحوثي شعارا له وانتشرت في كل البلاد مرافقة تمدد ميليشيات الحوثي التي أوصلت الحرب والدمار إلى كل منزل وقرية ومدينة في اليمن بين الصرخة والسيطرة كانت طهران الرائع الأبرز لتحركات الجماعة غير أن مظاهر التقارب الإيراني والحوثي له امتداد أبعد وأقدم من الإنقلاب يقول محمد البخيتي القيادي البارز في ميليشيات الحوثي في خوار له لوكالة تسنيم الإيرانية إن ثورتهم في اليمن استمدت انطلاقتها ونظرتها لأعداء الأمة من نظرة الإمام الخميني الارتباط العقائدي بين الحوثي وحوزات قوم جعل من النهج الخميني العصب المحرك للجماعة التي آمنت بالعنف طريقا في تمكينها وسيطرتها على البلاد تبدو مظاهر التقارب أشبه بتحالف أيدلوجي متجاوزا الأبعاد السياسية التي تعمل عليها طهران مستغلة هذه الجماعات في إذكاء الصراعات في المنطقة لا تختلف أدوات الحجد بين الأستاذ الإيراني والطالب الحوثي وكما هو التضليل والاعتماد على الخرافة والجهل وتجنيد الأطفال والفئات الأكثر فقرا يعد الخطاب الديني المشوه هو الضلع الثاني في عملية التحشيد والوعد بمآلات مختلفة في الحياة الأخرى وبهذا تكتمل العمامة المظللة للعقول وتتحول إلى ما يشبه لغما ينفجر في وجوه الجميع إذ تشير الدلائل أن طهران كانت ولا تزال مركزا لتدريب جماعة الحوثي وتثقيفها بالإضافة إلى تأهيلها عسكريا ودعمها لوجستيا فيما يعيش اليمنيون على أنقاض بلد مدمر ولا تزال ميليشيا الحوثي تحشد ما تبقى من أتباعها وتجبر الآخرين على المضي في المعركة الخاسرة حتى النهاية يقول مراقبون إن هذه الجماعة لا يمكن لها إلا أن تحارب إلى مال نهاية فلا خيارات أخرى في أجندتها حتى السلام يخشاه الحوثيون أكثر من خشيتهم الهزيمة فمن نشأ في ظل الحرب لا يعيش إلا تحت ظلال البنادق تنظيم ليشيات الحوثي إذن في حربها مدفعة بدعوات مواجهة الطغيان التي تطلقها الحوزات الدينية التي تصور الجهاد من أجل ولاية الفقه جزءا من العقيدة عبر أسلوب تحريضي على العنف بات نهجا ثابتا لجماعة الحوثي ما بين صعدة وطهران فقرة تتجاوز اليمن ومحيطها الزغرافي والسياسي وجسور مفتوحة للموت بأدوات صنعت خارج الحدود تم جلبها لليمن لمرحلة تتجاوز فكرة رسم هلال شيعي إلى رسم قمر مكتمل البزوغ وذلك ما يعني تجاوزا لواقع الأحلام القديمة المرسومة بالكثير من الدماء والأطماع فهل تكتمل الاستدارة أم ينتبه المحاصرون لما خلف حدود الوهم